تفقد مدير عام مكتب الأشغال بمحافظة تعدن المهندس وليد الصراري سير العمل في مشروع عادة تأهيل الخط الرابط بين جولة كالتكس ومدخل الجمارك بالمنطقة الحرة وطلع الصراري على الأعمال الجارية وعلى نسبة الإنجاز في المشروع الذي تموله سلطة المحلية بالمحافظة والتي بلغت 95% وخلال الزيارة أكد مدير الأشغال أن المشاء المشروع الذي تنفذهم وأساسة الشاطئ سيسموه في تفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة الحرة مشيرا إلى أن الطريقة التي كان عرضها ثمانية مترات تم توسعتها بعرض أربعة مترات بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض مترين منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال في المشروع خلال الأسبوع القادم